السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول أكتوبر طبعا القمر بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء بيكون انتقل لبرج السرطان فإذا توقعاتنا عن الانتقال لبرج السرطان موعد بث الحلقة رح يكون لسه موجود بالجوزة فاللي ما سمعش حلقة الأمس يسمعها ولكن اليوم رح نحكي عن الانتقال دون ذكر خلو المسار وأيضا اليوم في عنا انتقال الشمس اللي رح تنتقل لبرج العقرب فعشان هيك منقول لأحبانا موليد برج العقرب كل عام وأنتم بكل خير القمر طبعا رح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة خمسة وثلاثة وأربعين دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء موعد بث الحلقة رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 10.49 دقيقة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل لمنزلة النثرة إذن من بعد منتصف الليل القمر بيكون في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 49.42 دقيقة مساء يوم اليوم الثلاثة بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر اليوم بما إنه رح استقر في برج السرطان معناته بنشعر بقوة المشاعر والعواطف وبتصير حساسيتنا زائدة من أي شيء حتى لو كان شيء بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا لأنفسنا لأطفالنا من ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر موضوع قديم أو التذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا في الفترة هاي لأنه الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأنه في هاي الفترة حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا تأثيرها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام قادمة فهاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسب للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة ومنثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهو الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ترفيه سلبية بين الشمس وبين بلوتو وإنها هاي الزاوية سبع أيام قبل وسبع أيام بعد اليوم ذروتها الساعة 22.14 دقيقة عصرا فهي زاوية بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وبالثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبالدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك لك احتمال وقوة حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعرية أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو انتقال الشمس اللي رح تنتقل الساعة 10 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الثلاثاء من برج الميزان لبرج العقرب ورح تظل موجود في برج العقرب لغاية يوم الخميس 21-11 الساعة 7 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا لا شك إن وجود الشمس في برج العقرب تعطي انعكاس إيجابي على مختلف الأوراج عموما بتمدنا بالطاقة الكبيرة والقوة والعزيمة والرغبة في الوصول إلى الأهداف دون تردد تجعلنا ندخل في مراهنات بتتعلق بشخصيتنا ووجودنا أحيانا ومن حاول دائما نثبت ذواتنا خلال هذا الشهر كما أنه من ميل الحفاظ على خصوصيتنا وكتم أسرارنا بعيد عن انفضول الآخرين أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج العقرب هم موليد الأبراج المائية وموليد الأبراج الترابية طبعا الحلقة كاملة صارت موجودة على القناة من يومين اللي ما سمعهاش لأنها هي تعتبر توقعات شهر فحاول تسمعوها عشان تعرفوا الشهر القادم الأربع أسابيع القادمة لوين رايحة إيش اللي تستفيد منه وإيش اللي تحذر منه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية راح تكون ذرؤتها ساعة عشر وست عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي غشاء الجنب وأيضا غشاء الصفاء والجهاز اللنفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية إذن اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها لأنها هي الأكثر حساسية ولكن إذا كانت اضطرارية يعني برضو ما في أي مخاطر إذن هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن تكميم المعدة ما مننصح فيه خلال هذا اليوم اللي هو قص المعدة أو التكميم أو رينغ أو أي شيء يتعلق بالمعدة يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج السرطان خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس بيبدأ الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره عشرين يوم الآن الساعة سبعة وصدق مساء بتوقيت جرينج نبدأ باليوم الواحد وعشرين نسبة الإضاءة خمسة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان ورح تنتقل للعقرب زي ما ذكرنا ورح تضل موجودة في العقرب ليوم واحد وعشرين احدى عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن ساعة الظهر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية القمر في السرطان حتى يوم اربع وعشرين عشر منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احدى عشر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم احدى عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة عشر في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تنهمكوا في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم شنو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة وبوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكونوا تحاذروا التصرفات العدائية وما تخلفوا القوانين والارشادات ممكن تعانوا من الارهاق النفسي او ممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او بسبب كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات ولكن تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادتكم على الطرقات يعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان او مقابلة عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات وما تترك اي مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحمللكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او ممكن يحصلوا على هدية او جائزة اهم شي ان تخففوا من النفقات بعضكم ممكن يناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش البناء برر مواقفك واضح وجهة نظرك من اي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم انتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم اهمش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والهجواء بتصير واعدة بحسم ايجابي او انطلاقها لعمل او صفحة جديدة وبتحمل هاي الفترة تقدم اخبار جديدة وبتعيد نشاطكم لحياتكم اليومية وتعتبر بداية جيدة ومن اجمل ايام الشهر برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بيسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم لانه القمر خلص استقر في بيت المتاعب انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة وممكن اليوم تكون الظروف شوي مخيبة للامال وربما تحملك بعض الخسارة او الفشل او المرض خلال هاي الفترة تفشل اعمالك في حصد النجاح بتخيم اعمالك لتأجيل او الغاء في اللحظات الاخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وابتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن تجنبوا انتقاد اي شخص مناسب هذا اليوم لا العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل وانت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الاخرين لا اليك او ممكن تحصل على التأييد او اتشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اثبات جذارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للاشخاص الي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك اهمش انك ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح ولكن ممكن يكون في بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا اجمل اللحظات واكثرها حظا وبتختفي المنافسات والعدوات وبتساهل جميع تحركاتك اهمش انك ما تقف ساكن وتحرك قدر الامكان برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شهونكم المالية المشتركة ورغم النفقات الا انه في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اهمش انك تتصرف بدون تباطل لتصحيح الاوضاع او لعادة بعض الامور لانصابها وحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن تعالج موضوع مالي او اداري برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية بين الازواج اهمش انكوا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم هاي فترة متوترة لان القمر موجود مقابلك فممكن تتورط في ازمة انت بغنى عنها وممكن تضطر الابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات او تغير نمط معين من سلوكك او حياتك الاهم اشي انك ما توجه اي انتقاد لاي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في اي مواجهة مع زميل في العمل نظم وقتك بشكل جيد لانه اليوم ممكن تضطر للعمل اوقات اضافية وحاذروا من التراجع الصحي غير اولوياتك اذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم اجواء رائعة اليوم وبقدم لك اليوم فرصة مناسبة لمصالحة او لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط والحب والغرام نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتاز جدا يعني يوم ايجابي لازم تستغلوه هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء